بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ذي الجلال والإكرام الحمد لله ذي الطول والإنعام أنعم علينا بعلماء كرام وفقهاء عظام قعد لنا القواعد والأحكام وبيّن وفصل لنا الحلال والحرام والصلاة والسلام على أشرف بني الإنسان سيدنا محمد النبي العدنان النبي الأمي الأمين القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم وبعد أبناء وبنات طلاب وطالبات الشهاد الثانوية الأزهرية أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع ماذة الفقه الحنفي وموضوع حلقة اليوم كتاب الرضاع كنا أبناء وبنات تكلمنا في الحلقات السابقة عن المحرمات من النكاح وذكرنا أن هناك محرمات بسبب النسب وبسبب الصهرية وبسبب القرابة وبسبب الرضاع وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذن الرضاع من الأشياء التي يكون بسببها التحريم بمعنى تحريم الزواج بين شاب وفتاة لأنهم قد رضعوا أو اجتمعوا وهم صغار على ثدي امرأة واحدة فإذا اجتمع صبي وصبية على ثدي امرأة أصبح أخوان يحرم على كل منهما الزواج من الآخر طيب ما هو الرضاع وما حكمه وما المقدار الذي يذبت به التحريم تحريم زواج هذا الشاب من هذه الفتاة وما المدة التي يذبت فيها التحريم هيا بنا أبناء وبناتي نتعرف على هذه الأشياء كتاب الرضاع السؤال يقول ما المراد بالرضاع وما حكمه ودليله وما المقدار والمدة التي يذبت بها التحريم نقول وبالله التوفيق أن الرضاع في اللغة معناه المص وشرعا مص لبن آدمية في وقت مخصوص التعريف هنا يحدد أن الرضاع الذي يذبت به التحريم يكون في وقت مخصوص ويبين أن الطفل أو الطفلة لهم وقت مخصوص لإرضاعهما مص لبن آدمية في وقت مخصوص أما عن حكم الرضاع فهو واجب إحياء للولد أي يجب للمرأة أن تقوم بإرضاع أبنائها دليل ذلك قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه يرضعن أولادهن حولين كاملين أما عن المقدار الذي يذبت به التحريم فالرضاع عندنا حكمه يذبت بقليله وكثيره يعني اجتمع الصبي والصبي على ثلث مرأة مرة أو مرتين حرمت عليه وحرمه عليها الدليل قوله سبحانه وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع فالآية هنا مطلقة وقالوه صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كذلك النص هنا في الحديث جاء من غير فصل أو تفصيل وقال صلى الله عليه وآله وسلم الرضاع ما ينبت اللحم وينشز العظم وهذا يحصل بالقليل لأن اللبن متى وصل إلى جوف الصبي أنبت اللحم وأنشز العظم ما معنى هذا الكلام أبنائي وبناتي معنى هذا الكلام أن تعريف الرضاع عبارة عن لغة المص رضع فلان من أمه أي التقم ثديها ومص لبن آدمية وليس مثلا بهيمة أو بعض الحيوانات مص لبن آدمية في وقت مخصوص يعني هذا الوقت الذي حدده الشرع سواء كان حولين أو ثلاثين شهر أو ثلاثون شهرا كما قال الإمام هو الذي يثبت به التحريم الرضاع بعد ذلك لا يثبت به التحريم طيب إيه حكم الرضاع؟ نقول حكم الرضاع واجب على المرأة أن تردع أبنائها هل هناك دليل؟ نعم إحياء للولد قال تعالى والوالدات يردعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة طيب هذا بالنسبة للجانب النظر عمليا متى أستطيع أن أقول أن هذه الفتاة لا يجوز لها أن تتزوج بهذا الشاب لأنهما اجتمع وهم صغار على ثدي امرأة وهذا الشاب أخوها من الرضاعة فلا يجوز له أن يتزوجها متى أستطيع أن أقول ذلك؟ إذا رضع منها مرة من هذه المرأة رضع منها مرة أو مرتين أو هذه الفتاة رضعت من أم هذا الشاب مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع المذب الحنفي قال بأن الرضاع المحرم يثبت بقليله وكثيره يعني سواء اجتمع على ثدي امرأة يعني مثلا حسن وليلة مثلا ليلة رضعتها أم حسن في نفس الوقت أو في نفس الزمن اللي كان حسن بيرضع من أمه فهما أصبح أخوان من الرضاعة لا يجوز لهم الزواج ببعضهم فبالتالي طيب هي مرة واحدة رضعت من هذه المرأة مرة واحدة نقول مص أو مصتين مرة أو مرتين يثبت بهم التحريم فالمذب الحنفي قال بأن الرضاع المحرم يثبت بقليله وكثيره طيب ما وجهت نظرهم أو ما الدليل الذي استند إليه المذب الحنفي نقول أن الآية الكريمة عندما قالت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة الآية لم تفصل أخواتكم من الرضاعة لنضع معكم مرة أو مرتين أو تلاتة النص لم يفصل وعندما قال صلى الله عليه وسلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النساب كذلك الحديث لم يفصل أضف إلى ذلك تعليل آخر قالوا بأن اللبن هو الذي ينبت اللحم وينجز العظم ومتى وصل اللبن إلى الجوف مرة أو مرتين قليل أو كثير فعلى ذلك كان سببا في إنبات اللحم وسببا في إنشاز العظم فيذبت التحريم بقليله وكثيره لكن المذب الشافعي وغيره قالوا بأن الرضاع المحرم خمس رضاعات مجبعات خمس رضاعات والقانون المصري كان يأخذ بالمذب الحنفي قديما ولكن عندما جاء القانون رقم خمسة وعشرين لسنة التسعة وعشرين تقريبا أخذ بالرأي المذهب الشافعي وبه أخذ الدر الإفتاني المصري تقريبا وقالوا بأن الرضاع المحرم خمس رضاعات وليس قليل مرة أو مرتين إذن الرضاع المحرم عندنا في المذب الحنفي يذبت بقليله وكثيره قلنا مثلا حسن وليلة أم حسن رضعت ليلة مرة يبقى ما ينفعش حسن يتجوز بليلة حتى وإن كان رضعت مرة أو مرتين كذلك المذب الحنفي يقول إذا قلنا بأن ليلة قد أرضعت من أم حسن مثلا عندما رضعت مرة أو مرتين أو عشرين مرة مش أطلق عليها لفظ الإرضاع أنا لو قلت قد رضعت من هذه المرأة مش أكون صادق أنها قد رضعت ولو مرة واحدة اسمها قد رضعت ويصدق عليها اسم الإرضاع إذن أبناء وبناتي يذبتوا التحريم بقليله وكثيره هيا بنا نرى المدة التي يذبتوا بها التحريم بمعنى إن الإمام أبو حنيفة قال المدة اللي هي يذبتوا التحريم يعني المرأة دي البنت دي رضعت من أم الولد دوت في فترة إرضاع اللي هي كانت تلاتين شهر واللي الصاحبان قالوا لا حوليني سنتين إي وجهت نظر الإمام في أنه جعلها ثلاثون شهرا وعلى ما استند الصاحبان في قولهما بأن المدة التي يذبت بها التحريم أن تكون في مدة التحريم اللي هي سنتين هيا نرى أبناء وبناتي ذلك مدة الرضاع التي يذبت بها التحريم قال الإمام أبو حنيفة إذا وجدت في مدته وهي ثلاثون شهرا يعني البنت دي اجتمعت في الرضاعة مع الولد دوت على أمه على أمه في فترة الثلاثين شهر اللي هو بيرضع فيه وقال أبو يوسف محمد سنتان دليلهم أن النبي قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وقوله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقالوا بأن أدنى مدة الحمل ستة أشهر هم خاصموا قال لك حمله وفصاله الفصاله والرضاع سنتين ونقص هم ثلاثين شهر كلهم نقص مدة الحمل ستة أشهر فيبقي عندنا للفصال سنتان ولأبي حنيفة رضي الله عنه قوله تعالى في الآية الثانية وحمله وفصاله ثلاثون شهرا والتمسلك بها من وجوه أولا أن الله تعالى ذكر الحمل والفصال وضرب لهما مدة ثلاثين شهرا فتكون مدة لكل واحد منهما يعني الحمل ممكن يكون ثلاثين والفصال يكون ثلاثين هذه وجهة نظر إلى أبو حنيف والآية الأولى اللي بتقول والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين محمولة على مدة الاستحقاق حتى لا يكون للأم المبتوتة المطالبة بأجرة الرضاع بعد الحولين لأنها يجب عليها أن تكون أن ترضع رضيعها سنتين كاملتين فعملنا بالآية الأولى حولين كاملين في نفي الأجر بعد الحولين وبالآية الثانية وحمله وفصاله ثلاثون شهرا في الحرمة إلى ثلاثين شهرا أخذا بالاحتياط أخذا بالاحتياط فيهما أو نقول هذا كلام الإمام أبو حنيف أيضا أن المرادة الحمل على الأكف في الحجر حالة الإرضاع لأن مدة الحمل غير مقدرة بثلاثين شهرا بالإجماع ما معنى هذا الكلام أبنائي وبناتي معنى هذا الكلام أن الإمام أبو حنيف قال أن المدة اللي واجب على المرأة أن هي تردع ابنها ثلاثين شهر فبالتالي إذا اجتمع ما هذا الطفل الرضيع بنت بنت الجرام مثلا أو بنت خلته أو بنت عميته أو ما شبه ذلك اجتمعت ما هو على ثدي أميه في هذه المدة يثبت التحرين ولا يجوز له أن يتزوجه كامل مدة إمام ثلاثون شهرا طيب طب ما الرضا الآية بتقول ولدات يرضعنا أولادهن حولين كاملين قال بأن المراد هنا بالحولين كاملين اللي هي المدة التي يجب على المرأة أن ترضع فيها رضيعها بعد كده تستحق الأجر وقال بأن قوله في الآية الثانية وحمله وفصاله ثلاثون شهرا بأن الشرق ضرب هذه المدة للجميع للكل فتكون مدة للجميع يعني ثلاثين شهر للحمل وثلاثين شهر للفصال فتكون مدة لكل واحدة منهم أما أبو يوسف محمد فقال بأن المدة التي يثبت فيها التحرين هي حولين كاملين طيب خدتونا منين ربنا ألوى حمله وفصاله ثلاثون شهرا يبقى ثلاثين شهر دول لهم سنتين ونص ثلاثين شهر نعلم جميعا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر فلو خصمنا ستة أشهر من ثلاثين شهر يتبقى عندنا أربعة وعشرين شهر لهم السنتين يكون للفصال أو الرضاع إذن المدة التي يثبت فيها التحرين عند الإمام ثلاثون شهرا عند الصاحبين حولين كاملين طيب إيه الحكم الإرضاع بعد مضي المدة دي يعني بعد حولين عند الإمام عند الصاحبين أو بعد ثلاثين شهر عند الإمام اجتمع طفل وطفلة على ثدي امرأة بعد الثلاثين شهر أو بعد السنتين هل يتعلق بهما تحرين هيا نرى الإرضاع بعد مضي مدته مدة الرضاع اللي حديد الإمام بتلاثين شهر والصاحبين بحولين كاملين إذا انقضت مدته لا اعتبار بالرضاع بعده يعني هما لو اكتموا على سد امرأة بعد مدة الرثلاثين شهر أو مدة السنتين لا يجوز لهم أن يتزوجها ببعضهما الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد الفصال والمراد حكمه يعني من ناحية التحريب الرضاع ما يحرمش بعد انقضاء مدته الرضاع لا يحرم بعد انقضاء المدة لكن هل يباح الإرضاع بعد المدة أو لا هذا محل خلاف الإرضاع المحرم أولا أبناء وبنات نقول بأن المحرم من الإرضاع ما وقع في المدة التي حددناها سواء فطمة أو لم يفطم فطمة أو لم يفطم وقال الخصاف من فقاء المذب الحنفي وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة إن استغنى بالفطام عن اللبني ثم رضع في المدة لا تذبت الحرمة وإن لم يستغني تذبت الحرمة ما معنى هذا الكلام أبناء وبناتي معنى هذا الكلام أنه حددنا مدة الرضاع المحرم بأنه اللي يكون في التلاتين شهر على رأي الإمام وفي الحولين على رأي الصاحبين بمعنى إذا اجتمعت طفلة مع طفل رضعه من أم واحدة أصبح أخوين من الرضاع يحرم عليه أن يتزوج بهذه الفتاة إذا كان في السنتين طب الإرضاع بعض مضي المدة بمعنى أنه الراجل ده كان بيرضع سنتين أو تلاتين شهر وخلاص بعد التلاتين شهر على رأي الإمام أو الحولين على رأي الصاحبين اجتمع هم الاثنين على سدي هذه المرأة لا يتعلق به ما تحرين ويجوز له أن يتزوج هذه الفتاة ولا حرمت بينهما ده بالنسبة للإرضاع بعد مضي المدة طيب في مسألة أخرى ألا وهي هو في السنتين المفروض السنتين على رأي أنا أتكلم مثلا على رأي الإمام على الصاحبين في خلال السنتين دولت أمه فطمته بعد سنة ونص بعد سنة ونص بطل يرضع من ثدي أمه وجات أمه دي جابت بنت الجران راح تمرضعها التقمت بنت الجران ثدي أمه فنقول بأنه ماذا ما قد اجتمع في المدة الذي حددها الشرع وهي السنتين أو الثلاثين شهر يتعلق بها التحريم فطمه أو لم يفطم والله فطمناه في السنة ونص فطمناه بعد سنة فطمناه بعد ست شهور البنت دي لو اجتمعت على سدي أمه أصبحت أخت من الرضاعة ما ينفعش يتجوز به يا موالينا ما هو فطم هي المدة كده تمام يبقى إذا اجتمع طفل وطفل على هذه المرأة أصبح أخويني ويحرموا الزواج ببعضهما البعض سواء فطم أو لم يفطم وفي الوعد أبو حنيفة بتقول إنه والله لو استغنى عن اللبن يعني أكل استغنى عن اللبن بالشيء نعتبر ده ذلك لا يتعلق به تحريم وإلا لا وإلا يتعلق به التحريم ده بالنسبة للإرضاع بعض المضي المدة أو الإرضاع في المدة وكان الطفل قد فطم فطم أو لم يفطم يتعلق التحريم بعض المضي المدة لا يتعلق به تحريم طيب المسألة التالية تتحدث عن إيه اللي يحرم من الرضاع اتفقنا إن فلان ده حسن لا يزل عن الزوجة بهذه الفتاة لتدعى هدى أو ليلة أو ما إلى ذلك لأنهما اجتمع على ثدين واحد فأصبح أخوها من الرضاع إيه اللي يحرم من الرضاع قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هيا نرى تفصيل ذلك الكلام ما يحرم بالرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما أخبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إلا في استثناءهم كل اللي يحرم من النسب وأن رجل يحرم منه ويزوج مثلا فصلناهم في محرمات بسبب النسب هم هم اللي يحرم من الرضاع إلا تنين أخت ابنه أخت ابنه وأم أخته أم أخته ما ينفعش برضه ليه طيب فإنها تحرم من النسب دون الرضاع يعني الإنسان ما ينفعش يتجوز أخت ابنه من النسب لكن من الرضاع ينفع طيب أم أخته دي موضوع تأبيه يجوز في الرضاع إيه التعليل لأن في النسب لما وقع أم ابنه فقد حرمت عليه بناتها حين عرفنا زمان أن الدخول بالأمهات يحرم البنات وأم أخته موطوئة أبيه ولم يوجد ذلك في الرضاع ينحرمنا في النسب هناك لكن هنا يجوز في الرضاع لكن ما سوى ذلك يحرم من الرضاع كما يحرم من النسب هنا أبناء وبناتي هيا بنا نتحدث عن مسائل عن أحكام الرضاع في مسألة تقول ما الحكم إذا أرضعت المرأة صبية أجنبية أرضعت المرأة صبية أجنبية نقول لو المرأة أرضعت صبية غريبة عنها مش بنتها سوى بنت أختها بنت أخوها بنت قريتها حرمت على زوجها وأبائه وأبنائه يبقى البنت دي ما ينفعش جزء جزء المرأة اللي هي رضايتها دي تجوز ولا أبوه ولا أبنائه فتكون المرأة المرضعة أم الرضيع وأولادها إخوته وأخواته من تقدم ومن تأخر أولادها بأخواتها أجوزها بكأن أبوها وما إلى ذلك من تقدم ومن تأخر فلا يجوز أن يتزوج شيئا من ولدها وولد ولدها وإن سفلوا وإن سفلوا يعني في زمن الرضاع أو في غيره في زمن الرضاع أو في غيره وأباؤها يعني أباء المرأة المرضعة دي أجداده وأمهاتها جداته من قبل الأم يعني كأن البنت أو الولد اللي رضع من هذه المرأة كأنه ابنها من صلبها زوج المرأة دي أصبح أبوه وأبو المرأة دي أصبح جده وأولاد المرأة أصبحوا إخواته وهكذا وآباؤها أجداده وأمهاتها جداته من قبل الأم وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته أبوه وزوجها زوجها اللي كان سبب في نزول اللبن ويكون زوجها الذي نزل منه اللبن أب المرضعة البنت اللي رضع وأولاده برضو إخواته وأباؤه وأمهاته أجدادها وجداتها من قبل الأب وإخوته وأخواته أعمامها وعماتها الخلاصة لا تحل مناكحة أحد منهن كما في النسب ما معنى هذا الكلام أبنائي وبناتي؟ معنى هذا الكلام أنه في الرضاع المحرم اللي أثبتنا أن فلانة اجتمعت مع فلانة على ثادي امرأة واحدة يثبت بها التحريم ما معنى أن المرأة دي لو رضعت ولد مش ابنها أجنبي عنها سواء كان ابن أختها ابن عمتها ابن خلتها ابن أخوها ابن جرتها الولد دي غريب عنه مدام هي رضعته في زمن الرضاع اللي احنا كلمنا عنه اللي هو يسبيه التحريم المرأة دي تكون أما لهذا الرضيع هذا الولد ده وزوجها الذي كان سابن في نزول اللبن يعتبر أب لهذا الرضيع طب وأب المرأة اللي رضعت يعتبر جد لهذا الرضيع وأم المرأة اللي رضعت أصبحت جدة لهذا الرضيع طب أولاد المرأة المرأة التي أرضعت هذا الصبي أولادها أصبحوا كأخواته وبناتها كإخواته كإخواته وأخواته سبيانا كانوا زكورا كانوا أو إناثا طيب إخوات المرأة التي أرضعت هذا الولد يعتبرنا خالات لهذا الولد وهكذا الأب الذي كان سببا في نزول اللبن أصبح أبا لهذا الولد فبالتالي لا يحل لهذا الولد مناكحة أحد منهن لأنهن بنت هذه المرأة اللي رضعته أصبحوا أخواته كان زمن تقدموا عنه أو تأخروا يعني مش لازم اشترط أن هما يكونوا اتنين في نفس الزمن لا يبقى ده أصبحوا أخواته وولدها أصبحوا أخواته وبنتها أصبحوا أخواته فبالتالي أبنائي وبناتي نفس ما تحدثنا في محرماتي من النسب أصبحت طفل الرضيع محرم بسبب الرضاع وقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يبقى الشرط الأساسي عندنا أبنائي وبناتي يكون في المدة مدة الرضاع اللي هي حدد الإيمان بتلاتين شهر أو في حولين كمين عند الصاحبين وقالنا الإرضاع بعد مضي المدة لا يتعلق به التحريم وقالنا الإرضاع بعد الفطام يتعلق به التحريم فطمة أو لم يفطم ما عدا رواية عن الخصاف رواية عن أبو حنيفة بأنه إذا استغنى الطفل أو الرضيع عن اللبن بالطعام لم يذبت ويتعلق التحريم وإلا يذبت ويتعلق به التحريم وقلنا بأن المحرمات من الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وفي النهاية أبنائي وبناتي لابد من تحر الدقة عندما ترضع المرأة أي طفل يعني يستحب لها أن لا ترضع أي طفل غريب عنها ربما بعد مدة يريد شاب أن يزوج بفتاة فتذكر المرأة أنهما اجتمع على ثديها وهم صغار وبعد أن يكون قد وقى الحب في قلوبهن واتفق على كل شيء وأرد الدخول في النهاية يحذص الندم فلابد للمرأة ألا ترضع أي امرأة أي طفل غير طفلها إلا إذا قضعت الحاجة والضرورة لذلك وإن فعلت ذلك تكتب صيانة لحفظ الأنساب وتحقيق أمر الشارع جل وعلا أبنائي وبناتي في نهاية ذي الحلقة أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحبكم ويعزكم ويرفع من ذكركم وشأنكم وبهذه الحلقة ينفعكم والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل أستودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته